تحدي القراءة من الأوتوكيو هذه المرة مع عطل فني اضغط ريمكس وأرينا كيف ستتعامل مع هذا العطل قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس وإفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال آتال يأتي القرار ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنها وأكد آتال في تصريحات إذاعية أنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه ضروري حسب تعبيره